السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأينا في فيديو السابق كيف نلون جسم ثلاث الأبعاد بالطريقة البسيطة عن طريق هذه العجلة أو باستخدام صورة عن طريق إدخال صورة في مدخل اللون اليوم سنرى هذه المداخل الأخرى ماذا تمثل كل هذه المداخل؟ أولا لايك وسبسكرايب وفعل الجرس لأني أرى أن الكثير من مشاهدي هذه القناة من غير المشتركين الرافنس الرافنس هو الخشونة رافنس باللغة الإنجليزية تعني خشونة الخشونة الكاملة تعني أن السطح خشين تماما إذا أنقصنا الرافنس إلى ما يقارب السفر فسيبدأ السطح بعكس الصورة ويصبح أملس أكثر إلى أن يسير مثل المرآة بهذه الطريقة عند الرافنس سفر الآن هذا السحاب الخاص بالرافنس لا يتحكم إلا في درجة الخشونة إما خشونة كاملة أو إما خشونة سفر خشونة أي لمعين كامل لكن أمامه مدخل ما هذا المدخل؟ هذا المدخل يقبل صورة بالأبيض والأسود هذه الصورة التي بالأبيض والأسود كلما وجدت هذه النود كلما وجد هذا الرافنس سواد في تلك الصورة أعطاها القيمة سفر وكلما وجد بيض أعطاها القيمة واحد وكلما وجد ما بينهما أعطاها ما بينهما إذا ضغطت سبع لرأي علوية إذا أتيت بصورة مثلا وأدخلتها هنا وكانت سوداء في هذه المنطقة فسيعطيها هذا المدخل الرافنس سيعطيها الرقم السفر هنا والقيمة السفر هنا في هذه المنطقة وإذا كانت بيضاء هنا فسيعطيها القيمة واحد هنا فأينما وجد سواد في الصورة فسيعطيه القيمة صفر في ذلك المكان وأينما وجد بيض فسيعطيه القيمة واحد في ذلك المكان لنختبر ذلك لدي هذه الصورة التي صنعتها اصنعها في أي مكان أنا صنعتها في بلندر وانتهى الأمر رأينا في المرة السابقة كيف ندخل الصورة عن طريق هذه النافذة الآن سنرى كيف ندخل الصورة بطريقة أخرى Shift A ثم Texture ثم Image Texture آتي بها إلى هنا ثم أضغط Open وأذهب إلى المكان الذي خزنت فيها الصورة بإمكانك أن تنتقل إلى Desktop من هنا أو DC أنا أتيت مباشرة في المكان الذي خزنت فيها الصورة لذلك لمشكلة Open تلاحظون الصورة كيف هي إذا ضغطت Ctrl Shift وضغطت هنا فستظهر الصورة هنا صفر وهنا واحد هذا السواد وهذا البيض إذن لو أدخلتها في الرفنس فمدخل الرفنس سيعطي القيمة صفر لكل ما هو واقع هنا أي لا خشونة أي لمعان كامل وسيعطي القيمة واحد لكل ما هو واقع هنا أي خشونة كاملة أي لا لمعان لذلك أضغط Ctrl Shift وأضغط هنا ثم أصلها بالرفنس وأرى النتيجة كل ما هو على يمين هذا الخط أعطاه القيمة صفر في الرفنس وكل ما هو على يسار هذا الخط أعطاه القيمة واحد في الرفنس أي الخشونة الكاملة وهنا اللمعان الكامل وهذا تمثيلا لهذا السواد هنا والبيض هنا اللمعان الكامل هنا أي الخشونة الصفر الرفنس صفر والرفنس واحد هنا الخشونة الكاملة هنا ومن هذا نستنتج عمل كل هاته كل هاته تعمل بنفس الطريقة هذا كل شيء بالنسبة لي اليوم إذا عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب تعليق إن شاءت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته